حوار وطني أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيسان أبريل ويتوقع أن يبدأ في الأسابيع المقبلة يشمل بعض فصائل المعارضة المعتدلة التي تعرضت للتهميش منذ أنقاض السيسي البلاد بعد إطاحته برئيس الأخوان المسلمين محمد مرسي عام 2013 بانقلاب عسكري لكنه حوار يستبعد حركة المعارضة الإسلامية الرئيسية وبعد تسع سنوات من القمع الشامل للمعارضة تستعد مصر لإطلاق حوار سياسي مصمم بعناية ويقول منتقدون أن التحرك الموازي للإفراج عن السجناء يسير ببطء شديد وترى شخصية معارضة أن سرعة ومدى إطلاق سراح السجناء هي اختبار محوري لإمكانيات الحوار والاحتمالات أي تليين فيما وصفوه بأشد قمع سياسي منذ عقود ففي الوقت الذي عزز فيه السيسي مكانته في الحكم سجن عشرة الآلاف من المعارضين أو المنتقدين من مختلف الأطياف السياسية وفقا لتقديرات جماعات حقوقية ويرى البعض أن نشر استراتيجية لحقوق الإنسان هي من أسس هذا الحوار الذي يهدف إلى معالجة الانتقادات الغربية لسجل مصر الحقوق من جانبه انتقد إبراهيم مونير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة في مصر انتقد استبعاد الجماعة من الحوار السياسي وأكد على أنهم يرفضون الصراع على السلطة حتى من خلال انتخابات تنظمها الدولة وهو أمر لا تستطيع الجماعة القيام به بشكل مباشر بينما لا تزال محظورة في مصر الحوار مطلوب صحيح إنما أيضا لابد أن يشمل الجميع أن تستبعي السبع الجماعة الأخوان المسلمين من الحوار أو غيرها أعتقد أنه لن يؤدي إلى التصورة المطلوبة التي يمكن أن تحكم مصر تحكم مصر عن طريقها في السنوات القادمة ووفقا لمراقبين فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد وبخطى متسارعة ما يمكن وصفه بتصفير الصراعات التي اشتعلت في السنوات الأخيرة وكانت جماعة الأخوان المسلمين طرفا رئيسيا في الكثير منها وما يعزز ذلك تسارع واتيرة التقارب المصر القطري والمصر التركي والإمارات التركي والسعود التركي في تجاهلا تاما لملف الأخوان ويأتي ذلك كله في توقيت شهدت فيه المنطقة تزايدا في واتيرة التطبيع العربي مع إسرائيل ومؤشرات لفتح ملفات التهدئة أيضا مع إيران وفي سوريا وليبيا واليمن في خضم تحول السياسات الأمريكية تجاه المنطقة مع ولاية جو بايدن حسب محللين سياسيين وقد تم منح بعض الشخصيات المعارضة الصغيرة المتبقية في مصر منصة على وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة لأول مرة منذ سنوات ويرى البعض أنه في غياب البدائلة يمكن أن يكون الحوار السياسي الذي دعا إليه السيسي أداة رئيسية لخلق لحظة فتح مسألة أننا نقعد مع بعض في مكان ونعبر عن أراء مختلفة وما يكونش النتيجة أن حد يتم تخوينه أو التشكيك في وطنيته أو التشكيك في دوافعه أننا مرة أخرى نتعلم كيف نختلف ونختلف داخل الإطار الوطني المصري من غير تشكيك ستكون مسألة مهمة جدا وينتمي معظم أعضاء مجلس الحوار البالغ عددهم 19 عضوان إلى هيئات رسمية والعديد منهم أعضاء في البرلمان وستغطي مقترحات الحوار القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكنها ستعرض أولا على السيسي الذي سيختار ما يراه الأفضل منها واعتبر جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون أن القائد العسكري لا يعترف بفكرة الحوار مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قادم من القيادة العسكرية التي تنتهج سياسة الأمر والطاعة فلا مؤشر لقيام حوار وطني في ظل وجود 500 موقع إلكتروني محجوب في مصر وأكثر من 60 ألف معتقلا سياسي في السجون المصرية وألف النخب المصرية الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم